بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي في الأثراء الرابع في درس اليوم إن شاء الله سنتكلم عن القانونين المهمين اللي تعلمناهم في الدرسين الرابع و الخامس قانون الجيب و قانون جيب التمام الراجع هذه القوانين و طريقة حل المثلثات التي تعاملنا فيها في مثلثات غير قائمة الزاوية الدرس الماضي ثلاث دروس الأولى في الوحدة تكلمنا عن المثلثات قائمة الزاوية أما في درسنا الدرس الرابع و الخامس نتكلم عن مثلثات غير قائمة الزاوية في الأساس و إن كانت القوانين هذه تنطبق كذلك على المثلثات قائمة الزاوية نتمنى لكم دائما و أبدا متابعة طيبة ماذا سنتعرف في درس اليوم طبعا نغطي درس الرابع و الخامس و سنتكلم عن إيجاد مساحة المثلث في الأساس ثم بعد ذلك قانون الجيوب ثم قانون جيوب التمام طبعا الموضوعات قليلة ولكن يعني حقيقة تعرفين القانونين هذه فيها شغل فيليت والله كل طالب يحاول يتدرب على حل هذه المسائل تكلمنا عن قانون إيجاد مساحة المثلث وربطنا بين القانون الأساسي اللي هو نصف القاعدة في الارتفاع وعوضنا عن الارتفاع بـ C في ساين الأي وذكرنا أن قانون مساحة المثلث هو عبارة عن نصف في طول الظلع الأول في طول الظلع الثاني في الزاوية أو ساين الزاوية المحصورة بينهما يعني دائما أحسب أي ظلعين والزاوية المحصورة بينهما فبذلك نحسب إحنا مساحة هذا المثلث فبالتالي لو جينا في هذا السؤال وقالك أحسب مساحة هذا المثلث فأنت مباشرة راح تقول إيش راح تقول أن مساحة المثلث نرمز لها بالرمز A مثلا من كلمة area هي نصف الظلع الأول اللي هو الظلع B المعطب النسبة لي وكذلك الظلع A المعطب النسبة لك في ساين الزاوية C بهذا الشكل اللي هو مباشرة تقول نصف في تسعة في ثمانية في ساين الزاوية مئة وأربع درجات نحسب بعد الحين نحسب اللي هو مقدار أو ناتج هذا المقدار وبالتالي هيكون الجواب نكتب نصف ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب ساين مئة وأربعة درجات فبالتالي هيكون الجواب يعني تقريبا أربعة وثلاثين فاصلة ثلاثة وتسعين ها أربعة وثلاثين فاصلة ثلاثة وتسعين ولكن الوحدة بتكون بإيش تكون بالسانتي متر المربع بالسانتي متر المربع إذن كل ما علي أسويه أني أقوم بضرب الظلع الأول في الظلع الثاني في ساين الزاوية المحصورة بينهما فما يصلح أني أضرب في أي زاوية لازم تكون الزاوية محصورة بين الظلعين المعطيين وبالتالي يقول نصف في الظلع الأول في الظلع الثاني في ساين الزاوية المحصورة وأحصل على الناتج ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي استخدام قانون الجيوب وقلنا أن قانون الجيوب في أي مثلث سواء حاد الزوايا أو مفرج الزاوية أو قائم الزاوية ينطبق قانون الجيوب الذي يقول لك ساين الزلع A يساوي ساين الزاوية B على الظلع B يساوي ساين الزاوية C على الظلع C بهذه الصورة طبعا هذا القانون له ثلاثة حدود ولكن أنا أستخدم دائما الحدين اللي أنا أبغاهم يكون عندك حد معطى وحد غير معطى متى أستخدم قانون الجيوب قلنا نستخدمه في حالتين الحالة الأولى إذا أعطاني زاويتين وظلع أو أعطاك ظلعين وزاوية ولكن الزاوية هذه مقابلة لأحدهم لازم تكون الزاوية مقابلة لأحد الظلعين لا أقدر أطبق قانون الجيوب سننتقل لقانون الجيوب لكن الآن قلنا إذا كان عندك ظلعين وزاوية مقابلة لأحدهما فبالتالي أستخدم أيضا قانون الجيوب وهنا قلنا أن المسألة قد لا يكون لها حل أو قد يكون لها حل واحد أو حلين فلها أكثر من طريقة للحل لكن في حالة أن إذا أعطاك زاويتين وظلع فهذه دائما يكون لها حل واحد مثل ما رح نشوفه الآن في المثال القادم لاحظ أعطاك هنا زاويتين وعطاك ظلع دائما ذكرنا لكم أننا يفضل أنك تلخص المعطيات قبل أن تبدأ الحل حتى تعرف وش النواقص التي عندك و تعرف كيف توجدها فبالتالي أنا عندي زاوية A والزاوية B والزاوية C وعندي الظلع A والظلع B والظلع C حتى لو ما رسمتنا جدول أنت سوي لك جدول كذا خاص فيك ولخص المعطيات الموجودة عندك الزاوية C 80 درجة عندك الزاوية B 45 درجة ولدينا الظلع C اللي هو يساوي كم؟ يساوي ثلاثة فبالتالي أنت مطلوب منك أنك توجد الزاوية A والظلع A والظلع B كيف نوجدها؟ طبعا أسهل شيء نجيب الزاوية A نوجد الزاوية A فبالتالي أقول أن قياس الزاوية A وش يساوي؟ يساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هم 45 و 80 وبالتالي 180 ناقص 80 هذه 100 ناقص 45 تصبح 55 درجة إذن رح أقول الآن أنه الزاوية A 55 درجة هذه أول معلومة أنها وجدتها الآن مطلوب مني أني أوجد الزلع B والظلع A بأستخدم قانون الجيوب فبالتالي تبعون نبدأ بالA ولا نبدأ بالB؟ لكم الحرية فبالتالي مثلا نقول نوجد الزلع A على سبيل المثال وفأقول ساين الزاوية A على A تساوي ساين الزاوية B على B أو إحنا عندنا C هي اللي جاهزة ساين الزاوية C على C بهذا الشكل وبالتالي يقول ساين الخمسة و خمسين درجة على الزلع A اللي هو مجهول بالنسبة لي يساوي ساين الثمانين درجة على كم؟ على ثلاثة تتوقعون الإجابة بتكون أقل من ثلاثة أم لا أكبر من ثلاثة؟ يعني شوفوا هنا في أشياء أنا كطالب صار عندي خلفية وصار عندي ثقافة في الحل لا بد أني أتنبأ فيها طالما أن الزاوية ثمانين أكبر من الزاوية خمسة و خمسين فأكيد أن الزلع ثلاثة سيكون أكبر من الزلع الذي قابل الزاوية خمسة و خمسين لأننا نعرف أن ترتيب الزوايا هو نفس ترتيب الأضلاع من حيث الكبر فكلما كبرت الزاوية كلما كبر الزلع المقابل لها فأكبر زاوية أنا عندي ثمانين فهو يكون أكبر الزلع ثم بعدين الآي ثم بعدين الآي ثم بعدين الآي فهذا هو ترتيب الزوايا إذن نفسه هو ترتيب الأضلاء فجميل أن يكون عندنا هذه الثقافة الآن بقول أن الضلع A يساوي يطبق الطرفين في الوسطين ثلاثة في ساين خمسة وخمسين على ساين ثمانين ونحسبها باستخدام الآلة الحاسبة نفتح كسر ونكتب ثلاثة ضرب ساين خمسة وخمسين وقف القوس وبعدين ساين ثمانين يليت الجميع مع آلات حاسبة ويبدأ يحسب طبعاً الجواب لو قربنا إلى أقرب جزء من عشرة سيكون اثنين ونصف اثنين ونصف والجواب منطقي ولا ممنطقي؟ منطقي جداً لأنه زي ما قلنا يتناغم مع هذا المثلث ومع حساباتنا في هذا المثلث من نفس الطريقة بأجيب ضلع B طبعاً هو نفس القانون بالضوط بس بستبدل الخمسة وخمسين اللي أنا يعني اشتغلت عليها قبل شوي هذه اللي تبع الزاوية ايه بضع بدالها ايش بضع بدالها خمسة واربعين على شان اوجد هذا يعني ممكن انت تستفيد من الاشياء اللي انت حسبتها لكن لو حبيت انك والله يعني تشتغل من جديد فما في مانع أبداً انك والله تقول ساين البي على الضلع بي يساوي ساين السي على السي وبالتالي فان بقول ساين الخمسة واربعين درجة على الضلع بي يساوي ساين الثمانين درجة على السي لهو ثلاثة وبالتالي فان البي حتكون عبارة عن نفس القانون القبل شوي زي ما قلنا ثلاثة في ساين بس بدال الخمسة واربعين ايش بحط خمسة واربعين على ساين الثمانين وبالتالي باستخدم الآن الآلة الحاسبة بيقول ثلاثة ضرب ساين خمسة واربعين على ساين الثمانين واتوقعون الجواب بيصير أقل من اثنين النص ولا أكثر من اثنين النص أكيد أقل لأن الزاوية خمسة واربعين أقل من الزاوية خمسة واربعين أقل من الخمسة وخمسين وفعلا مثل ما ظهر معنا في الآلة الحاسبة أن طلع الجواب 2.15 وفبالتالي كذلك نكون إحنا أوجدنا حل هذا المثلث كما هو ظاهر أمامكم الحقيقة حل المثلثات يعني نلاحظ أن عملية استغرق حقيقة شيء من الوقت ونفترض أنه خلاص أنت تعودت عليها فمن الأسئلة القادمة بذن الله نعمد إلى أن نحن نحل الفقرة الأولى على الأقل أو الخطوة الأولى ولو نترك لكم الباقي يعني بمهارتكم وثقافتكم تستطيعون بإذن الله تعالى الوصول إلى الإجابة ذكرنا أنه في حالة أنه أعطاك ظلعين وزاوية مقابلة لأحدهما فسيكون لدينا حالات قد يكون المثلث ليس له حل إذا ما تقفل بهذه الطريقة هذه وقد يكون له حل واحد وقد يكون له حلين فإذا كانت الزاوية المعطاة زاوية حادة أما إذا كانت الزاوية قائمة أو منفرجة فإما يكون له حل واحد أو لا يكون له حل يعني ما رح يكون له حلين إذا كان قائم الزاوية أو منفرج الزاوية وكيف أعرف إذا كانت الزاوية القائمة أو الزاوية المنفرجة يقابلها أطول ظلع إذا كان الضلع الذي قابلها هو الأطول فرح يكون في حل لكن إذا كان أقصر من الضلع الثاني فكيف الزاوية المنفرجة هي أكبر زاوية فلازم يقابلها أكبر ضلع فيصبح لا يوجد حل بهذا الشكل فلو جئنا هنا في هذا السؤال وقال لك هنا المثلث ABC فيه المعطيات التالية قلنا نلخص المعطيات طبعا نلخص المعطيات الموجودة لدينا عندنا A وB وC وA وB وC نلخص وش أعطانهم المعطيات قال لك أن الB الضلع يساوي ثمانية والA يساوي ستة والزاوية A 54 درجة بهذه الصورة أنت ممكن أول شيء تجيبه تبغى تجيب الزاوية B يعني نبغى نوجد قياس الزاوية B فتحسب القانون الجيب نقول ساين الA على الA تساوي ساين الB على الB بهذه الصورة وبالتالي أقول أنا ساين الA اللي هي 54 درجة على ستة يساوي ساين الB على ثمانية بهذا الشكل وبالتالي راح أقول أن الB يساوي ساين انفرس أو معكوس الساين لي ما يهلي ثمانية ضرب ساين 54 درجة على ستة بهذا الشكل ونبدأ نحسب عادحنا الحين اللي هو شفت ساين نفتح ونفتح كسر نقول ثمانية ضرب ساين 54 بهذا الشكل ونقفل القوس على الستة سنلاحظ أنه على ستة بهذا الشكل وبالتالي سنلاحظ أنه هيكون يعني الجواب غير صحيح أو يكون عندك نماث إررها أو يكون الجواب غير معرف غير معرف أو خطأ رياضي يكتب لك وبالتالي نلاحظ هنا أن المثلث ليس له حل المثلث ليس له حل ولاحظوا هذا من خلال المعطى لأننا نلاحظ أنه ما يقفل يعني ما يقفل المثلث معك ما يتسكر وما يكمل معك حتى نهاية الضلع هذا ويقفل بهذا الشكل وبالتالي يكون المثلث هنا ليس له حل ولا نستطيع حل هذا المثلث ننتقل الآن إلى قانون جيوب التمام متى نستخدم قانون جيوب التمام قلنا نستخدم قانون جيوب التمام في حالتين يعني يعطيني ظلعين وزاوية محصورة بينهما يعني يكون ظلع وظلع والزاوية محصورة بينهما فهنا أستخدم قانون جيوب التمام عشان أجيب الظلع الثالث وإذا جبت الظلع الثالث صار عندك زاوية وظلع تقدر تجيب أنت بقية الزوايا يعني باستخدام إما قانون جيب التمام أو قانون الجيب قلنا الحالة الثالثة أن يعطيني أو الحالة الأخرى اللي أستخدم فيها قانون جيب التمام إذا أعطاني الأضلاع الثلاثة إذا أعطاني الأضلاع الثلاثة وقلنا دائما يفضل استخدام قانون جيب التمام مع الزاوية الكبرى لإيجاد الزاوية الكبرى لأن قانون الجيب لا يطلع للناتج إلا في الربع الأول وقد تكون الزاوية موجودة في الربع الثاني فإذا كانت الزاوية منفرجة قانون الجيب لا يكشفها اللي يكشفها قانون إيش؟ قانون جيب التمام لذلك دائماً الزاوية الكبرى اللي تقابل الضلع الأكبر يفضل أن يستخدم فيه قانون جيب التمام وطبعاً قانون جيب التمام حيكون على النحو التالي حيكون A تربيع تساوي B تربيع زائداً C تربيع ناقصاً 2BC في كوساين A و B تربيع قد استخدمه على B و قد استخدمه على C دائماً الضلع اللي يكون لوحده في التربيع الضلع الذي يكون لوحده يكون هو نفسه نفس الزاوية يكون نفس الزاوية والضلعين هم اللي يكونوا مضلوبين في هذا المكان فبنفس الطريقة أنا بإمكاني أني أصل إلى الناتج الآن ننتقل إلى حل هذا السؤال قالك حل المثلث ABC الموضح في الشكل المجاور مقرباً طول الضلع إلى أقرب جزء من 10 وقياس الزاويتين إلى أقرب درجة فبالتالي إحنا زي ما قلنا بنجيب الخطوة الأولى هي ما تجيب الضلع بي الآن أريد إيجاد الضلع بي فبالتالي ما سأفعله؟ سأطبق الآن قانون جيب التمام وبالتالي أقول أن الضلع بي بي تربيع يساوي A تربيع زائد C تربيع ناقصاً 2A C كوسين الزاوية بي بهذا الشكل ولاحظ أنت عندك الضلع A و عندك الضلع C و عندك الزاوية بي فبالتالي بتقول A تربيع اللي هي 7 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 في 7 في 5 في كوسين 36 درجة و طبعاً علشان توجد البي مباشرة رح تأخذ الجذر لهذا المقدار و نحسبه طبعاً باستخدام الآلة الحاسبة مثل هذا المقدار نفتح جذر و نكتب 7 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 ضرب 5 ضرب 7 ضرب كوسين الزاوية 36 و قفل الأقواس و خلي شغلي تمام حاطلع معي الضلع بي يساوي كم و طلع معاكم بآلاتكم الحاسبة كم طلع معاكم يطلع معاكم 4.1 6 تقريباً لو قالك قربة إلى أقرب جزء من 10 يصبح 4.2 4.2 كذا أوجدنا هذا الضلع 4.2 الآن لو بغيت تجيب الزاوية لما تبغي تجيب الزاوية A لأنها زاوية كبرى لأنه نشوف هذا 4.2 يعني تعتبر ظلع صغير الزاوية الكبرى هي الزاوية A ما يصلح تجيبها إلا باستخدام قانون الجيب الجيب التمام ما يصلح تجيبها إلا بقانون جيب التمام فنقول أنه كوسين الآي و ما يساوي؟ يساوي طبعاً بتقول A تربيع ناقصاً B تربيع ناقصاً C تربيع على سالب 2 بي سي بهذا الشكل سالب 2 بي سي وبالتالي بقول أنه A تساوي كوسين آنفرس الآن المعكوس لكوسين وتبدأ تجيب عدنة الآن A تربيع اللي هي 7 تربيع ناقصاً 5 تربيع ناقصاً 4.2 تربيع على سالب 2 في 5 في 4.2 و نستخدم الآلة الحاسبة طبعاً في إيجاد هذا المعكوس نقول كوسين آنفرس وتفتح كسر طبيعي نقول 7 تربيع ناقصاً 5 تربيع ناقصاً 4.2 تربيع و ننزل إلى المقام و نكتب سالب 2 في 5 في 4.2 طبعاً 4.2 تقريباً هي ولكن الجواب سيكون تقريباً 99 درجة سيكون تقريباً A تساوي تقريباً 99 درجة فبالتالي خلاص إذا جبت A تقدر تجيب الزاوية الثالثة من خلال مجموع زوايا المثلث 180 لكن أتركها لكم يعني إيجاد قياس الزاوية C بسيط جداً بالنسبة للجميع ننتقل الآن أيضاً إلى هذا السؤال قال لك هنا أوجد أو حل المثلث نلاحظ أن أعطاني أطوال الأضلاع الثلاثة فأين الضلع الكبير؟ الضلع الكبير 16 فبالتالي أجيبنا الزاوية A ابتداءاً من خلال نفس القانون الذي قبل قليل نقول كوساين الزاوية A يساوي A تربية ناقصاً B تربية ناقصاً C تربية على ناقص 2B C بهذا الشكل وبالتالي سيكون معك هنا الأي هي كوساين انفرس لما يلي 16 تربية ناقصاً 10 تربية ناقصاً 9 تربية على سالب 2 في 9 في 10 بهذا الشكل وطبعاً نستخدم الآلة الحاسبة ونحسب الآن المقدار فبالتالي نقول شفت كوساين و 16 تربية ناقصاً 10 تربية ناقصاً 9 تربية يعني حسابات بسيطة والآلة الحاسبة ما تقصر معانا في 9 في 10 يعني المقام وقفل القوس حياطيني 115 تقريباً ستكون الزاوية A تساوي تقريباً 115 درجة طالما أني عرفت الآية خلاصنا ممكن نجيب الـ B و C باستخدام قانون الجيب أو قانون جيب التمام فنتكركم لهو قياس الزاوية B وإذا جبت الزاوية الثانية كذلك نستطيع إيجاد قياس الزاوية الثالثة باستخدام مجموعة قياسات المثلث وبالتالي نلخص اللي هو قانون الجيب وجيب التمام بهذه اللوحة اللي نعرف من خلالها الحالات ومن خلالها نعرف في كل حالة أي القوانين نستخدم هل نستخدم قانون الجيوب أو نستخدم قانون جيوب التمام وبذلك أنكم بحمد الله تعالى وصلنا إلى نهاية المطاف في درس اليوم لكن شراءكم نأخذ لنا سؤال خفيف كذا نذكر في علق المساحة المثلث اللي هو هذا السؤال قال لك هنا أوجد مساحة المثلث ABC في هذه الحالة فقط فبالتالي راح نقول أن المساحة مثل ما ذكرنا هي نصف الضلع الأول اللي هو ثمانية فالضلع الثاني اللي هو سبعة في ساين الزاوية المحصورة اللي هي 86 درجة بهذا الشكل فنحسب الآن مع بعض الآن هذا الناتج نقول نصف ضرب ثمانية ضرب سبعة ضرب ساين ستة وثمانين وبالتالي ستطلع المساحة تساوي سبعة وعشرين فاصلة ثلاثة وتسعين تقريبا فنقول لك الأقرب جزء من عشر يعني فاصلة تسعة نقول مثلا تقريبا سبعة وعشرين فاصلة تسعة والوحدة بتكون بالملي متر المربع دائما المساحة تكون وحدتها بالملي متر المربع أتمكننا أن يكون وفقت في طرح هذا الدرس اللي راجعنا فيه قانونين مهمين حقيقة في الرياضيات قانون الجيب وجيبة تماما أتمنى تكونون أتقنتوها واللي ما أتقنها يلي تتدرب عليها مرة ومرتين وثلاثة يحاول يحل عليها بعض المسائل حتى يتقنها القوانين ما هي سهلة لكن تحتاج شوية ممارسة خلاص تضبط اللي هو عملية المقص احنا شايفين ما فيها الا عملية المقص لخص مغطياتك بشكل صحيح طلل أعرفوا شالقانون اللي تبدأ فيه وعملية مقص وآلة حاسبة ما تقصر فكل شيء الحمد لله متيسر بالنسبة لنا أتمنى لكم دائما وابدنا التوفيق والنجاح باقي هنا إثراء أخير إن شاء الله في نهاية هذا المقرر ونترك لي الحلقة القادمة من هنا إلى ذلك الحين نلقاكم وأنتم بخير وصحة وسلامة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته